موسيقى 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 صباح الخيلة السطر اهلا اهلا صدق فاند صباح القواد صباح القواد على اجدع وكيل محامي في البلد اعمل واحد شاي وعندك واحد اهو عالريحة طب اعمل واحد اهو عالريحة عندك واحد شاي يوه ازهر للصباحة سكة لا ده ضرب ليلة مبارح كانش ييد قوي محسوبك يضرب عالبوري ولو استشافيه مزاي الانس يضرب علي ايه عالعود طبعا هو استنم البوري محسوبك يضرب علي ايه عالبوري التالي حلاوة المفهومية طب اجري هدل حاجة ساعة وعندك واحد محلول جفاف ودوابه يخرب بيتك وبيت سنينك السودة ايه الساعة كانت با؟ انا عارفة ايه ادرت اخاتي اقوى على الصنور اه الشاي والفطان بسرعة حمدي الشاي وايه يا اخويا؟ والفطان يا سلام بقى انا للصهرانة معدته للليل عم لاقص لما تقطى مورثي ولا لمناش بتعريفة نقطة حتى غير العلقة اللي خدناها وعايزني يحضرلك فطار رح يا اخويا صحي المحروسة بنت اختك اه دينا مسيتها كحلي قال على رأيي المثل اكل ومارعة وقلة صانعة اخويا صادقة فانع انا صوتنا المهم انه انا صبعدتك والنت في تلادي عبالك كده لما تفوق تحب ما تخطوك هو انت في تعيب انت أبو كاتو الحرة كلها أبو كاتو مشتايا ليكس عبقا ضيع يا صباحي يا صباحي نوري يا خادي ايه أخبار الأنس زفت صحاب الفرح جلدا كان لقى زحلة لنقاطهم ولا يهمك فقه يغيب فوتاني السيد ومرأة خالق كمان أمع الصبح تعبانة ومش قادرة حاضر هعملك الفطر والشاي بس قوام قوام لحصة تأخر على شغلك بصراح يا خالق أنا مش مرتاحة في الشغل ده يووو ومين بس مستريع في شغله قديني قدامك هو باشتغل مزين ومطر أحلى للعريس وزفه وطهر الولد ومع ذلك مش مداحق على مصاليف مرأة خالق ولا على نفعة اللي قبل منها حاضر يا خالي هعملك الشاي كده تمام التمام الفطار جاهز يا صام بيك مفيش وقت اتأخرت على المحكمة هلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عشان قضية المعلمة أبو عزيزة عيب يا أستاذ عيب أنا صحي وجاهز طيب يا صاد استنيني على باب المحكمة وأنا جاي على طول مع السلامة المستشار عبدالحق هيبقى يكلمني في التليفون قوله أني هبقى في المكتب بعد المحكمة تحت أمرك يا فنديم تحت أمرك لما المدير الباك يتكلم قوله يتفضل ليلى على العشرة هقدر يا فنديم سلام عليكم مع السلام فنديم إيه لو والدتي تكلمتني وا قوليها أني هتصل بيها بالليل تحت أمرك مع السلام فنديم ربوني هو فجأك هكو صاري الفتار دي يعم ما بدهاش أهلا يا سلام صباح الخير يا صاد اتأخرت كده ليه اتأخرت عنيه عما تشوفلك الموتيك قلت توصلك معي بدل زل التاكسيات يعني أنت كل يوم هتأخر نفسك كده على المحكمة وأنا عندي أغلى منك السناء منعك أنت بتعتبرني زي أختك بالظبط وأنا كمال بعتبرك زي أخويا بالظبط كده طب يالله يا أختي فتضل مباشر صادر لو أحتاجتك تشغلني في حتى التانية تقدر؟ إيه اللي أقدر؟ أنا مش قلعة دلوقتي في المجتمع لو تعال يا بنت الناس مش تستطيط أحسن؟ يا سلام يا صادر وإذا وقته؟ والسلام انت بقى يلا يا عم صباح الخير لا يا شيخ معلش اصلا برحب الليل حصلت ظروف وكل يوم بتحصل ظروف انت واحدة بتتهرب مني يا هانم على كل حال انا شايفة شغلي كويس ومتهيالي دل يهمك انا ما يهمنيش شغلك في المحل انا يهمني انك تصهري معايا بالله احنا يعني مش قد المعام انا بصراحة بابا مصهرش محد انا فيصراحة فتح البوتيج ده المزاجل تبها تشوفلك واحدة غيري استني بس2 حب سيت ايك تلمسني اوقع كده ا حقا كمت مرافعة ما حصلتش يا استاز ابو عزيزة هاخد لقى ابو عزيزة كان مظلوم يا صاد 차ه تيب اوي ابو عزيزة مظلوم ازا كان مديني يبقى شوش التحشيش أهلاً أستاذ مختار أنا كنت بدور عليك عشان بنتي عودة بنت حضرتك زي بنته يعني وهو زي فاكل بيزدق أصل محامي العيد هو كان زميل والدي في القضاء أهلاً بك يا سيدي متشاكرة أستاذ 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 ولو إني هتعيبك معي أنا تحت عمرك خير حادثة عربية والله أنا مش غلطان بس نيابة طلباني وأنا خايفة أوي أهلاً أحضر معي التحقيق لإن أنا عندي جلسة دميان قوي قوي تحت عمرك طيب أشيبك بقى مع ألمع شباب المحامين اللي وارس القانون أفضل عن جد عم نقصدوك بقى أسفادة مرسي يا عم عملاً بس هتميش عوالي محامي بالعنس بنا بقى العربية تشتشل بياداني تخافوا الأستاذ معاكم لنسة بطلعها معززة هراء صادر ما عليش يا أستاذ دي أصول الشب أصلي صادر يحب يعمل دعاية ما هو أنت محتاج دعاية ده الأستاذ مختار جهيبني عنك كثير أب ما عليش يتوني جهي بالك شوية لكن هشوفه نعملي اتفضلني من هنا النيابة من هنا خليه تفضل احلان يا أستاذ عصام صباح الخير صباح الخير ها أخبرك ايه بلغني أنك قربت تخلص بسرط الدكتوراه الحمد لله قربنا الأنسة على زاهر وأنا حاضر معها بخص حدث العربية أعلى زاهر أيها في تحيي النهار فضل بالدرس أستاذ عصام والده كان أستاذنا كلنا وهو كمان أستاذ الله يخليك لو سمحت لي أطلع على محضر المعينة وتحييل بوليس مش عادي ما تشرب لأهو الأنسة على اتشاريه لا ما عليش برسيه متخفيش مش هحبسك بمشرب حاجة لكده مش هتشرب حاجة أبدا ولا اي يا نسة على أنا حقيق مش عارفة اشكرك ازاي مرسي مرسي قوي يا سيتي مرسي علي ايه وانا عملت حاجة ولسه هجبلك تعويض عن عربيتك ان شاء الله اتفضلي ايه وصلك معقولها هتعبك اكتر من كده لا مفيش تعب ولا حاجة صادق اسبقني انت على المكتب اسبقك على المكتب ماشي ولا خد تاكس اتفضلي يا سيدي اتفضلي مع السلامة واستاذ مع الف الف سلامة ايه مرسي قوي اتفضل بقت غدا معنا معاكم يعني مع مين مفيش غير مامي ستة طيبة من بتوع الزمان وانكل فديل جوزها راجل بتاع ربنا معلش عندي موعيد في المكتب نخليها مرة تاني خلاص نخليها على عشان نستني ايه ان شاء الله على قيل عشان مامي تشكرك بنفسها اصلاك تقلقان علي قوي اقلوا ستة امرك باي باي مع السلامة كرئاس انا خلاص فلست الستة الحلوة عبركة تفلس قبل سلفها يا رجل ايه ولا علي ولو خسرت يا حلوة تبقى انت اللي كسبت يا باشا سنة باي باي المامي تعال اكمل يا فاضيل اهلوة يا مامي ايه دا؟ ان شتت دا بدل كدا اي ه با you كلهم فجار عملة زي رشيد تعال سلمي يا عليم لا لا انا مليش مزاك دلوقتي اخش اغير وريح شوية هتبقى محكيلك حصل ايه في المحكامة اه قط يا مامي محكيلك عدخل استاذ مختبط طميني في التليفون وليلي انتي بقى عادتي على رشيد في مكتبه زي ما قلتنك ايوه وهيشتريلي العربية الجديدة شفتي رشيد لا يمكن يرفضلك طالب انا مش فاهم انت مش عايزة تتجاوزيليش معاين مكلمني كزمر يا مامي اذا كان على الفلوس رشيد مش الرجل الوحيد اللي ممكن يديني كل الرجال اللي قاعدين برا دول ممكن وبقشارع راحدة ماني عارفة بس انا نفس اشوفك ست هالم في بيتك بقى يا مامي انا كمان عايزة بس الرجل اللي اتجاوزه لازم يكون عجبني هو انتي بيعجبك العجب هللاقيه فين ده بقى اقلت عيسان يا مامي انا خلاص لقيتك وفي المحكامة في المحكامة ان محدة محام يا مامي غني ومشهور ومحترم وناجر وان انا عميش من جبه كمان يا صلاة الزين يا عم شفية ارحمني باولك احلاق لي باول حامني ده المغنى حياة انت نروح وانت بزي الافراح ويا سلام بقى لو العروسة من طرفك انا عارف انت تقصد مين طب و ايه رايك دلوقتي وانا مش قليل انا بقيت راجل من رجال القضاء لا و ايه وجرنا من زمان وبحلقلك من ايامه بوشيرن بس بقى اصلا فرضا شرعا لازم اسأل البنت اولا قلت لاي يعني لا مش هشتغل في البوتيك ده بعد ان اعرف حطرة علي اصلاك يا خلي ما تعرفش صاحب البوتيك ده كان عاوز مني ايه قوحنا كل من رسائك في شغلانة تسبيها على العموم سناء خلاص لا حتش شغل في البوتيك ولا بلو يبقى انا كمان بقى اقعد واتسادت وانت بقى اصرف علينا من الابعادية بتاعتك يا ستي فهمي مرة من غير منادة البنت قالها عريس انا عريس مساء الفل يا سطل مساء السطل يا فل وفل الفل كمان خد هدت ستين شرباط وحصل على بيت شفية اه بس يا شفية وحمدية حمدية على سلامة في الاول سبيل وحمدية راح وفرح وبيقولك ان سناء من تزرق ومستنياك فوق يبقى صدر الحكم مشمول بالنفاس تهمينيرها اه熱 اه熱 اه سناء انا مع anlam windshield اسعاد بيون فاحياتي وانا عمري ما كنت مش عارف eingش اقول ايه زي الالتي قولي يا سناء قولي ما تكسبيش فتطنا اه صد انت انت فهمتني غلط فأنت خلط إزاي وشفاه أنا حصة بشهرك من زمان وإنت كمان عزيز علي لكن لكن إيه فيها يا سناء الجواز يا صدق حاجة تانية وبصراحة أنا ما تقبلش تتجوزيني لا أنا مقدرش أقول لا لكن لازم تديني فرصة فكر ماشي يوم اتنين أنا تختارك أكتر يا صاد عشان خطري فهمت معلش على العمد يسمع مصبيب استنى علشان خطري افهمني ملا فهمت خلاص وكان لازم أفهم من زمان على أذنك صادق أربوك أنا بحتجالك وأنا برضو تحت أمرك أموري ايه اتعلام مني مش دا المهم نعم ممكن أنا وإنت نفضل إخوات زي الأول اللي بيحب عمر ما يكره يا سناء انت بساعدني على صرفي بس بنيش أنا لو قعدت هنا من غير شغل حمدية هتعملي زي الخدامة وتزليني ما عاش لي زلك وأنا موجود عناية يا سناء سناء الوقت آخر أنا أمضطر أستاذك أنت شرفتنا ديلا يا عصاب به أنا لحصل الشرف يا هل هي دي عشيتنا زي ما أنت شايف بعد صلاة العشة التلفزيون الفيديو الفيديو وصحب من القنيلين اللي بنختاره مع الفرازة مع العائلات المحترمة يا فندم ما فضل لها شغل كده دلوقتي بعد إذنك آآ مش قادر أقولك بدري اللي أن بصح الفجرة عشان أصلي تصفح على خير وانت منقلو بعد إذنك يا هنم مع القي سلامة وصلي الأستاذ يا عارف حاضر يا مابلو متشدر كانت ليلة حلوة كانت حلوة بيك ايهب يا فندم الملؤنكي الحقيقة الناس اللي زايد هدول بقنادر موجودهم دلوقتي يعني هتفتكيني تاني وهذا بتصل بيه أنا كنت لسه حاستأذنك تسمحيلي قوي قوي أستاذ عصان عصان بس تسمع على خير محاس تلم يا عصام عاضر يا فندم تذكرتك ليه معلش أصلي مارسيتس بتاعتي تعطيك إيه طريقة تنازل بركة وأوتوميس؟ طب تفضل على مكتبك كده على طوي؟ يا ناية اتحيلت خلاص؟ الأستاذ ما نرفضيش أيوها طالت بس أنا خايفة لأي طلع زي بتاع البوتيك لا أصلك ما تعرفهوش سمعني ديها واحدة وحب دحلي بتابنا السكرتيرا جيدة وصلت يا أستاذ سكرتيرا؟ أنا قلت لك هاتلي سكرتير بدلا اللي مشي انت عارفني ما شغالش بناتك لك اللي بدي دي بالذات حاجة تانية دي بنت حتيتي ومن ناحية الأخلاق مضميمة صادق عيني أستاذ حندهلة تشوفها مساء الخير مساء النور ما أقول قوي لابسك كده بس أرجوك ما تغيروش عن كده تعليمك إيه؟ ما كملتش سنوية عام هم؟ عندك خبرة في مكتب المحامين؟ لا دي أول مرة أنا هعلمك كل حاجة يا أستاذ طيب أنا عشان خاطر صادق هعينك تحت الاختبار متشكرة وإن شاء الله إن شاء الله أهم حاجة معاملتك مع أي حد يجي المكتب تكون في حدود الشغل وبس يا أستاذ قلت لك دي حتي بحاجة تانية طيب ربنا خليك أمساس أنا متشكرة أول نعم متشكرة اتفضل يا صادق سلّمها الشغل قلت ومالو كشرة كده ليه؟ طب أنا مش عواز أشتغل استني بس دا أنت لو لفلت الدنيا مش هتلحسة مع الأستاذ هو هي نعم جيدة زيادة عالنازم ونعمها كويس على العموم معلش أنا الجد أحسن ها؟ فهمي بقى أنا هشتغل أهم زي ما انت عايزة برحتك إن شاء الله يا رب توقعدي أصودي كده بس صادق باحنا اتفاقنا على إيه؟ على كل خير أنا مش أفكر في نفسي أنا كل يهمني ورحتك ومصنحتك بس ألو؟ أهلا يا صادق وحشتني وحشتني قبل مامي أمك الكويسين إيه بقى يا أستاذ؟ انت بتسأل عليه ولا بتسأل عليه؟ إيه؟ أعيز تعذلنا كلنا على الغداء؟ طب استني كده ما فكر روحي لوحدك أحسن أنا وفادلة هنخلي القاعدة راسبي مامي وأنكل كلهم بيوفي عطلوهم معلش أنا مليش حظ إيه سلام؟ يعني أنا مش كفية؟ لا أنا قصد يعني إيه؟ كنت عايزة تشوفني لوحدي؟ يعني أنا كنت عايزة أشوفك لوحدانا هاي؟ بس ما تفهميش غلق أنا صحيح سبور لكن في حدودي طبعا مفهوم، طبعا طبعا فرسية أنا أصل استريحت لك قوي حسيتل ما أدراسك فيك واعتمد عليك وأنا تحتاج عمرك وأمري مامي وأنكل مش فهميني أفكارهم رجعي ومبهقين علي قوي والله في أيامنا دي أحسن عشان يحفظوا عليك يا سلام احتاج للي يفهموا يحس باي ماركيش صحاب؟ يعني مانات وشبان معايا في النادي لكن شباب اليومين دون مزيد انت فين وهم فين يعني ده رأيك فين؟ طبعا، انت مصقف ومحترم وفاهم الدنيا كويس انت أكيد عرفت ستات كتير أنا؟ لا يعني مش كتير لكن أهو وأنا محتاج الراجل له تجاربك يفهمني ويسعيدني برأيك ياريت وافق ان احنا نكون أصدقاء ده أنا بقى سعيد قوي طيب، أنا دلوقتي عندي مشكلة من أولها كده؟ جعانا يا أخي وإحنا عادين في السترون قوي قوي لو سمحت يا متر تحب تتغدي إيه؟ فول، فول أمشط الواحد وبصالة الواحد أمشط الواحد معلش، العين بصيرة أعادي، ما احنا واخدين على كده؟ بس أنا هتلاقي مع القضاية معتبرة أخذ فيها بقى الشيش محترم أأكل فيها أكل الكباب معتبرة لا، دوارع مكورتا ألا، ستكرم نعجلون السيناف آخذ أمشط انت مكلم تليش كفاء على الأساس؟ ايه؟ يجب انت يعرف عنه أياه؟ أبدا، رأي ريضة نميمة يعني مثلاً أنا ما شغتش فيديو دبيت جوال عصام فلاحي أبوك كان قانون كبير وهو معرفش ستاد لأنه نشغل بعد الإصانس بدراسات العليا الله لكن يهمك فيه دخوله ها؟ قابلاً يعني هيكون ليه؟ مجرد سؤال السائل خير السائل خير ايه ده؟ بعد مكتبي؟ طبعاً حضرتك مش غلطان في العنوان انت لرتبتي كل ده بنفسك؟ وعملت أجامل فهز لكل كتاب ولكل ملف نمرك علشان أول ما ندور عليهم نلاقيهم في ثانية وكمان ورد تعرفي أنا بقالي كام سنة بحرم من مكتبي ترتب بالشكلة؟ طبعاً ما بتلاقيش وقت وأنا لقيت عمر السكرتير يرتب لي أي حاجة من غير ما أقول له عليها انت هاي لو ليكي مكافأة أنا ما فكرتش في أي مكافأة ويا ترى تقدر ترتب لي أوراقي في البيت كمان؟ ملات حك علي إيه؟ ما أنت الزمان بتعب ده كل؟ ما أنا بشتغل معاً بقالي سنين وعملتش كده ليه؟ ما علش بس الأستاذ عطامة يستهل كل كالاً هو صحيف الأب كنت بيعمل المعنى وعشب لكن دلوقت بيعملني هاي ناشي سني إيه؟ بتاع البوتيك والأشكال دي خط أوجه هوا؟ إيه ده كله إيه ده كله يا سناء؟ ده انت خليت البيت حاجة تانية خالص انا ما عملتش حاجة اوستاذ عسام كفاية معاملة حضرتك ليه طيب كفاية كده دلوقتي مامي وقومت اللي بيجبولي عرزان مبيعجبونيش وانا قلتلهم ايه انتوا عايزين انت خلاصوا مني بالعكس انت ما ده ما بتشتغليش بقى مستقبالك في الجواز انا اصلي خايفة منه الحقيقة انا كمان عشان كده ما تجوزتش مع ان ماما كل ما زورها في البلد تسأل ان تقولي لقيت العروسة والغس انا بقى مستعد اخطب لك انتي تخطبيلي علشان ما تفكرش فيه وليه لا انا مش قدك انت راجل مجرب وانا لسه خير انت راجل مجربة انت راجل مجربة انت راجل مجربة وانا متعود اسافر البلد ازور امي وارجع اخر مجربة انا من زمين اول ما رحتش بالقريات من يوم مامي ما بعد العزم مش قادر اقولك تتفضلي معايا قبل ما تستأذني ماما وبسط لو كانت اي حد غيرك كانوا مستحيلي واقفة لكن مامي وانكل بيحبوك قبل ومستريحينك قوي قوي يعني ممكن تستأذنين وتيجي معايا احاول انا قصلي نفسي اشوف مامتك انا اللي نفسي مامتك اتفضل استاذ عصام واصر خلط مواردة وصل عصام اهلي لابيني اهلي لابيني اهلي لابيني اهلي لابيني اهلي لابيني هاي يا جماعة زيكم كلكم اهلي لابيني اهلي لابيني اهلي لابيني يا جامر جوي الحمد الله على السلامة يا بني الله يسلمك يا مامي اهلا يا تام اهلا وسهلا يا بنتي اتفضل مرسي امون مين الامورة يا عصام اهلا عولة يا تام اهلا اهلا اول مرة عصام يجي لبلد ومعاه ضيفة غريبة عولة تبقى بنت مدام فضيل في الشريف من كبار رجال الاعمال في مصر ولما عرفت ان عصام جاه البلد قلت لازم يجي شوف مين احلى حدريتك ولا مامي كدا مش كنت تقولي يا عصام عشان عشان كنت هتزوق لها اصل يا ماما عولة تحب تهزن انما لما تعرفيها ان شاء الله هتنبسط منها قوي على عموم أهل المسالة البيت بيت عصان دوستيلك مساء تسباني؟ قاليني حصاك جاس لا بقى دوستيلك فرامد ايه رايك في المنظر هنا؟ يا جنن يا عصان، الجو كمان مش معقول وأنا صغير كنت بحاول أبقى شاعل كنت باجا عاود هنا وأقول كلام كنت بتقول ايه؟ كلام كتير قوي بس مش من القلب طب دي وقت من كتر الكلام اللي أنا عاوز أقوله مش عارف أقول حاجة موسيقى شوف مصدحتك موسيقى ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه موسيقى بس اصلي مليش نفس اعزم انت على ضفتك يا خبر يا عصان بكتير قوي كفاية ليه يا حبيبتي اكلنا مش عقدك طب ده انا اللي عمليه بأيدي تسلم ايديك يا طعم بس احنا عندنا ما بنكونش هيرسوتي والباني احسن برضو على كده بقى بتعرفي تطبخي واطبخ ليه لما نطبخ الخدمين يعملوا ايه ماما يصلت الكل يا خبر يا عصان انا متأسفة قوي انا متأسف جدا يومي هي حيه يا غنطط انا اجيبها حالا علشان تحتزل لحضرتك انا مش عايزاها بتحتزلي انا عايز اسألك سؤال بس انت صحيح ناوي تتجوز البنت دي يا ماما هي فعلا غلطة بس دي بنتي كويسة قوي وبنتي ناس طيبين لو كانت بنتي ناس طيبين صحيح ما كانتش عملت اللي انا شفته ده يا ماما ما تفهميش غلط احنا كنا عصام ما تكذبش علي ده انا امك انا حسة ان البنت دي مش من طبنا لكن هقولي ايه انت ما بقتش صغير وانت حر عمي اللي انت عايزه يا سلام عليك بس لما تسعلي حاجة اهدي اهدي امي بس وفهميني طيب عصام ممكن تأجل موضوع ده شمي عشان خطري اجيله يا امي تحت امرك بس اه اجيله لحد انت يعني لحد ما اجيلك نصر وانا طلع الحج بإذن الله عشان اشوفها تاني واشوف اهلاك تحت امرك يا حاجة مكتب الاستاذ عصام انجيل المحاني لا يا فندم لكن زمنه جاي لا يا فندم معرفش هو فين انا سكرتيرا في المكتب اسمي سناء اقول له مين حضرتك حاضر عصام موجود عصام كده حالف مدير استاذ مسبش خبر هو فين اه وانت بقى بتشتغلي ايه اه وانتي اسمك ايه بقى يا سكرتيرا اه وطلع اتنين في الاخر الملكة رازلي واحدة اسمها عولة 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 اه عولة عولة عرفتها بكلها تحقيق وحضر الاستاذ مجاملة بلاش عم اشوف بقى ما هيوصل المكتب هيتنسل بايا ولا لا لكن انت بتحققى مع السكرتيرا كده ليه اوعى تكوني بتغيري منها عصي ومامي طيب قوي وبيخاف علي قوي 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 يبقى تروح تشوفيها بنفسك وتوريره انك بتغيري عليه خالص الريترة تحب كده موت موسيقى 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 احمدلله اما انت مستد موسيقى موسيقى انا شايف سناء تعدينت كتير اول بيت هيئة واخر اقتراق تلمس لي استاذ براو انا هحب اسمها دايما عنك الكلام الحلو ده حد اسأل عليك ايوة واحد اسمها عولا طيب لو سمحت حويل الخط على جون حالك اشتركوا في القناة 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 خطوة اشتركوا في القناة 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 أمور فين سنة يا ماما؟ اتأخرت ليه؟ تيجيب في سرطة لقوتي يجيينو يا ماما أهلا يا سنة ما تقومش كيفينك ست السرير أهلا تستطيع سلامتك متشكرا 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 الحمد لله يا خبر لو أغزق هاجب إزاي صحتك؟ الحمد لله يا بنتي ومدام جتي بقى خليكي قعدة مع صامع لما روح أعمل له الغد أصنع ما بيحبش أستي ياكل إلا من إيدي تسلم إيديكي لكن إيه يا حضرتك بقى لو جربت سنة إيديا؟ انت ست بيتي سنة؟ يعني بزاي حضرتك تطف بزاي بزاي سنة متشكرا اوى amy للمحاسب بتاعي ببلوة مسيحة درايب؟ درايب وعملة صعبة وابنه طبل بيطبل اللي حكومة النهاردة صحيت لنا قوي طب لما تخلص كلمني في التليفون مرسي قبل باي 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 باركين يا مامي على العربية باركين يا مامي ألف مبروك يا حبيبتي عقبال الشقة التمليم هيحصل يا مامي هيحصل انت عارفة رشيد بيحبيني قد ايه المهمة دلوقتي هصام اتصل بي ولا لا لا ما اتصلش بعمتي عايزة فيه هو عمرك هتجابلك حاجة بسو حاشني حاشني قوي يا مامي برافو عليك يا سنة تسلم ايديك مرسي بالهنة والشيفة الوحدة مهما تعلمت المهم انها تكون ست بيه انا عشت مع ابو عصام خمسة وثلاثين سنة مفيش فيهم يوم كلم من ايد حد غير الو 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 ايوة الاستاذة هيسمى موجود يا فندي نقول له مين حضرتك اهي عنده في البيت عرفتها من صدحة ايه بيتي سكرتيرا؟ ايوة الست سنة جابر مخروس من العين بتاع اتحرت لفندي في المغربلين الزيارة دي ندر علي اوبا وفي كل سنة من يوم ما خلفت عصامي ربنا يخليكو البعض ويخليكي يا بنتي ويباركلي فيكي اتفضل تشكرها عالبيت يا ستانة؟ لا لسه عاوز اشتيري لوازمي لك لحضرتك بس؟ ولا كمان لأستاذ عسام؟ وليلا لأن ربنا نجاني من الحدسة بعجوبة بس ان شاء الله بقى في الكعبة الشريفة تدعي سنة لأنها صحبة الفكر سنة سنة دي هيلف كل حاجة يا ماما ودي شكري قوي تحبي اجيبلك اي من هناك يا سلام واحنا حنستنى لما نروح هناك لا دا احنا فيها اهو تفضل يا حبيبتي يا خبر لا مش معقول يا هانم انا انتي تستهني كل خير يا حبيبتي مبروك عليك تشكري قوي هانم سنة بلاش حكاية هانم دي يا بنتي ممكن ممكن تقوليلي يا ماما ماما ايوة يا بنتي اهدى كله سلاما ربا على الاستاذ واما الاستاذ ماركيش دعوة بي طبعا ما انتي خلاص عاي عرك فالك والله يا رمزورة عن نفسي وعارف انا بعمل ايه كويس يعني بتعترفي بعض مثلي فالك افهمي دي تفهمين انا ما هيمنش تفهمين لا يا حيل ولا انا ليا كلام بقى مع خالق سبع البرومبا اه انا يا حبيبتي ما يجبنيش المشي العاوي ما فرون انا سنر ماما اه سلامتك متشكر انا معقولة بتخرب و تمشي لوحدك اوامر الدكتور عشان اقدر اخرب وسافر با طب تعالي عمي لا انا عاوز امشي شوية برافو هاي بتقدر تمشي عليها كويس ايو بس في شوية قلم ما تفكرش فيه وانت ما تحسش به يلا انا هسيبك وانت مشي الواحد هاي هاي برافو دوس عليها كمان سلامتك طيب مش قوي طب تعالي تعالي عمي السريح شوي اه 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 قليلي يا سلام بعد اذنك ممكن اسألك سؤال شخصي اه مغرفش اه على حسب السؤال انتي مبطبطة بحد مخطوبة هتتغطبي لا طب ممعكبة بحد بتحبي السؤال ده بلش ليه ليه كده كده ايو كده موسيقى 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 انا محضر بسيادتك كشف كل الاضايا اللي تجلت هاجبلك منافاتها من استاذ رعفت لا خليها عني انا اتفقت معانه هو هيستمرر فيها لاني مسافر حج ان شاء الله حضرتك بستهلم كبيرة والله خير ما عملت يا استاذ انت طبعا هتبقى مسؤول عن المكتب وعن كل حاجة فليابي بس انا عاوز اكلمك في حاجة اهم من ده كله اهم من المكتب ومن القضايا خير يا استاذ اه ده صدم نحت عمرك يا استاذ صد انا عاوزة لتجاوبني بصراحة انت اي رأيك في سناء السكرتينة ممتازة وتعليبت الشؤول بصراحة لا انا بسألك عنها كإنسانة انت جارها وتعرف عنها كل حاجة والله السناء إنسانة محترمة ابوها اللي ارحمه كراجل طيب لكن ليه اصلي فكرة تجاوزة حضرتك تتجاوز سناء وليه لا سناء إنسانة كويسة قوي طب وهي ايه رأيها الحقيقة لسه بس حسيت بشعرها حضرتك كلمتها في الموضوع ايوة بس على فكرة يا صادق ما تقوليهاش اي حاجة لحد ماركع وطول ما نغايب خليها في عينيك خد بالك منها قوي يا صادق حاضر يا فندم هبلغوا موسيقى الله في ايه ما لك يا صادق مليش الأستاذ عالك في حاجة؟ بالعكس ده بلغني أخبار سعيدة ايه؟ بعدين هتعرفيها المهم إنك فأجازة من دلوقتي طول ما الأستاذ مسافر ما تجيش هنا الأستاذ هو اللي قال كده؟ لا أنا اللي شايف إن وجودك دلوقتي معايا مالوش لي زونك قارب يعني خلاص بريعة مصابنة اتأخرت عن الفرح والزبون إلي ما قلتلك عطل الزبون شوية إن شاء الله حتى تحلق له وإن يعط!!" وإن يا محبض طب قال لي요 السؤس طب لنساكل إيه؟ طاب يا حضرات المستشارين بحبها بنت حتيته بحبها ودي تهلوا المكتب بإباية يلعن أبو الجدعانة أنا مش عايز أبقى صاحب حد ولا حد يبقى صاحبي بكرة هتبقى عروسة يا سنة هتبقى عروسة ومرضى عشان أنا جدعان حمشي في زفتك حمشي في جلازة حبنا يا أتلاني مع سبق الإصرار يلعن أبو الجدعانة حمشي في زفتك حمشي في زفتك حمشي في زفتك يا سنة حضرتك تقمري بأي حاجة تانية أنت اللي تقمري بأي حاجة من هناك رجعكم بالسلامة حضرتك والأستاذ عسام حد يلكم تلتنين من قلبي عند الرسول عليه الصلاة والسلام يا الوقت اتأخر قوي أستاذن أنا بقى مش تسني لما يرجع عسام عشان تسلمي عليه ما أنا خايفة يتأخر أكتر من كده الله أعلم يا بنتي ما هو بيخلص مشغلك بقى قبل الصفر يبقى معلش بقى أروح عشان ما تأخرش ما هو لما يجي عسام السواقي وصلك بالعربية لا 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 الأحسن أخذ تاكسي ما أنا قلت لحضرتك مرة تخلي بتقول علي إيه طيب حبيبتي مع ألف سلامة يا بنتي تروح وتيجو بألف سلامة يا ماما واشوف وشك بخير يا سناء مع السلامة يا ماما ألف سلامة السلامة يا سناء سلامة يا جميل المصنة المصنة المصن Luca اتدلع على كيفك اشتركوا في القناة 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 أمس! أرابع صورا! أمسكت على صور! تسوى وس条ة قدريسي! موسيقى انا العقيد مذكور رئيس المباحث اهلا مفعلات ايه الاخبار تاني مرة نقلي دم نسف كتير والحالة خطر شد حيلك حسن رشيد رشيد افط عليه للأسف هرب في طيارة لكن احنا بلغنا البوليس الدولي هنجيبه من اخر الارض البنت البنت في ماء سناء سناء كابر محروص بتشتغل بتشتغل سكيرتيرة محامي وسكنة سكنة في حارة الأفنية المغربلين اهلا ميش جاي ايه ده مالك ابدا الفرح علب بغم بدل ما يضربوا انفاس ضربونا لازم لصنا شفيقة سلطة لا ده اللي غلطت في العريس حتى اقول له يا بلحة يا حلوة يا بلحة تستاهل وانا صاح دماغي فيها سكك حديد مصر كلها ليه شربت حاجة مبارح شربت كتير من كعانك هتهزر ايه لي هتلاقيه وعندك واحد دكتور ايه ده دي السرين الموليس اللي يكونوا هيهلوا مزايدنا ومساقه ابو عزيزة اصباحه ما حدش يتكلم غيري فيها سعط البيت انت من هنا من الفرد؟ هو مستشار القانوني فين بيت سناء جابر محروص سناء؟ ما تعطلناش بيتها فين؟ هو سعط البيت يا بيت يا بيت لكن ليه؟ في ايه بس يا اخوانا؟ في ايه بس يا عزيزة؟ في ايه بس يا عزيزة؟ افهم بس في ايه؟ قضية ادابة ام طائب الحق احسن لك؟ انا لسه جاني شارة من المستشفى بتقول انه ضابط مات يعني بقى هلو بالمخبر؟ ما عرفش حاجة والله العظيم ما عرفش حاجة اللي اعوز اعرفه يا شاطرة هو اسام المشتركين في الحادثة واحد واحد ليه حضرتك مش عاوز تصدقني؟ انا مظلومة اولي الحركات دي مش هتنفعك امان مين اللي تمسكت عند رشيد؟ رشيد مين؟ ما تتعبنيش عشان ريحك انبارح بالليل كنت فين؟ كنت عند الحاجة ودت الاستاذ عصام لحد نص الليل الحادثة حصلت بعد نص الليل خرجتي من عندها روحتي فين؟ عالبيتها لطول في حد وصالك ويشهد بكده؟ لا روحت بتاكسي لكن اهلك طبعا هيشهدوا معاكي ما كانوش موجودين وباتوا برا كمان طب في حد من اهل الحارة شافك كنت مروحها؟ لا كان الوقت متأخر قوي يعني من مبارح نص الليل لحد النهاردة الصبح ما حدش يقدر يهكد انت كنت فين؟ لا لا فريدي ايني كمان؟ حرام عليك انا زي بنتك خرجت بنت شريفة ما يحرق الفلوس اللي بتغريبهم مانو السادر الله العظيم شريفة السماء جامل محروس عندك امانات فلوس سيغة لا ما هيش غير طولي ومعنها بسدرة كسب ربنا ربنا يهدد ويأخد امسادك خدها عاسكالي ده مستحيل يحصل اسحات البيه السناء لا يمكن تعمل كده ما تضيعش وقت ورد على سآلي تقدر تأكد لي مكان وجودها مبارخ بعد نص الليل؟ ما تكلم يا شفيق مش منتو اختك برضو ايوه حتكلم وقولي ايه بس هي بعد ما تمسك التلوث حيبقى فيه كلام لجرسيتنا وشباهتنا وجابت راسنا الارض سناء شريفة وربنا حزر الحق ما ترد يا شفيق مش هي مسؤولة منك يا سعاد البيه انا وحرمي خليم من اي مسؤولية كده معلش ممكن يا سعاد البيه اشوفها ولو دقيقة واحدة هنا مش ممكن بكرة في النيابة يا فندم انا بدفع بان المتهمة ما زالت عزرها ده ما يمنعش من قيام الجريمة وسيادتك اضرب القانون ايوه يا فندم لكن كلمني كمان في تهمة المقاومة والهرب يا فندم دي واحدة تانية انتحلت اسمها اسمها بالكامل والوظيفة والعنوان اكتب تتمي مين بانتحل شخصيتك ما عرفش انا مش ممكن اعرف واحدة ممكن تتمسك في قضية زي دي سيني ليك اعداء لا طبعا اعداء لي اربوكي تفكري كويس ما اضرش اظلم واحدة غيلي ورميها رميدي ايه رأي سيادتك اي طلبتاني انا اطالب بسؤال القوة اللي اشتركت في الزبط الواقع ايوه ربنا يخليك اهم دول اكد يبو عارفين شكلها معلش الصبر وهو ابتحان انا مش عارفة انا عملتي ايه بس وين اللي بيقراني ده الاكلة حوصلني بكرة في حاجز ان شاء الله هتصرف وابعدلك زفر اكل ايه بس معلش والسياد الليل والصبح افراك طبعا بس لو تفتكري مين اللي ممكن تكون عملت كده مش عارفة يا صاد مش عارفة اكيد في حاجة مفيش يا مامي قلتلك مفيش حاجة هلا لسورة رشيد في الجورنال ايه اتجوز اتجوز ده ايه ده قتل زابط وهرب فلوس وهرت والبوليس الدولي بيدور عليه رشيد مش معقول وليه كده وبيقولوا كم معاه بنتي ونشرين صارتك انش مش كنت سهرانة معاه لا 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 الحمد لله انو خاني وما جاليش في المعاد انا انا كاملت الليلة مع واحدة صاحبتي قاريت الجورنالة شفيقة فاندي جايني قاريت صفحة الوفيات انا ربيت ولا تمارشي البيت دي ماتت ومالهاش عزب ابو قلع ماتت هيا دي البنت اللي اتقبض عليها ليلة الحادث انا كنت جنب العربية والدنيا ليه ومخدتش بالي لا امس ايدك اعمل معروف افتكر كويس بصراحة واردو كده هي منظورك كده يونها ريس ويت يعني تقدر تحدد بالزبط هي او لا مش هي اواردو كد زي حالتها كده مضي على اقوال ممكن نستجوى بالشهادة التاني المخبر عبدالعادي في حالة خاضرة ولا يمكن استجوابه معلش ناجل استجوابه للمرة الجاية سناء سناء لا مغزة شويش سناء مفيش فاية يا صاد لا ازاي دا 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 حبس احتياطي لسه في فرق في المحكمة انا خلاص يقص من كل حاجة الا من رحمة ربنا انا مش حسيبك ولا بعدي بالسناء خد يا سناء على ما قسم خلينوا في الامنات حيلزموك جبتهم منين وانت ما بتشتغلش الراجل جدع ما يغلبش ما تخفيش ما يهمكش اي حاجة يلا 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 ما تبنيش يا صادق مش حسيبك يا سناء ما تبنيش ما تبنيش يا صادق مجددا مش كنت تاكولك اليومة بدل الاولي عن الريق دي ما ليش نفسها صادق ما ليش نفس ليه تجدعة اللحمة لفوخك دا انت تجدعة بتاع محاكم وتعرف تكوفتها من لحمة الراس سناء مظلومة ايه يعني النيابة اللي حبستها دي بتضرب انفاس انت عارف ان واحدة غير هستعملت اسمها مين دي وتعرف الاسم والعنوان من اين او ده اللي حيجنني لا ده اللي عقالك دجيها كلها بتتكلم طب تقدر تقول لي هاتبطرت عليك لي ومرضيتش تتجوزك قادي المعارضات ده استمرار حبسة 15 يوم طب والعمل يا بيه عندك ادلة للبراءة ياريت طيب عمزك الموت عليها اول من عيش هنا عالش الستاذ عصام زيبانة دايش لا لا يا صاد انا مش هايزة يعرف اي حاجة اللي الدرجات دي بتحجيه المهم انه ما يعرفش اي حاجة لا بالعكس لازم يعرف كل حاجة ما تعرفش شنو عايزي تجوزك هاسم انت مش قول ايه لعنده ولا عند غيره كمان اهلا اهلا الحمد للعسلام يا حاجة الحمد للعسلام ازايك يا صاد الحمد للعسلام حمد للعسلام يا حاجة حمد للعسلام يا حاجة ايه يا صاد الحمد للعسلام ايه يا صاد اما الفين سنانة سن прямо مسافرة مسافرة؟ مسافرة فين؟ بعد الاسكندرية بشريط قضاية ونت زالة بعد الاسكندرية بعضاية عندما الحاج تستريح فهمك على كل حاجة أهلي بيتي حاجةي الحمد لله علة السلام الله saw ME الح Value أنا مش أضايق وقتك في قضيان تهمينه جدا أيها профессионائيorage دي بتتدي كويسة جدا أكيد الموضوع فيه غلط أنا بطلب الإفراج عنها فوراً وبلا ضمان طيب اتفضل يرى التحقيق أولاً يمكن تغير رأيك مستحيل طبعاً لكن أقرأ أشوف بس أرجوك تصراحي بمقابلتها أنا مقدر الظروف يا أستاذ عصام وعلشان كده سمحت في الزيارة في مكتبي ولكن أرجو الوقت ساعد ازايك سنة كويسة أوي أقعد عشان نتكلم نتكلم فيه انت ازاي لسه مخرجنش من هنا أنا أريت المحتر يا سنة أريت المحتر أريت بنظرتك للورق ولا بنظرتك لي أنا أريته بعين المحامي اللي جاي دلوقتي يسألك سؤال سؤال قوة تسأل السؤال ده أرجوك السؤال ده لازم أنت اللي تكاوب عليه أرجوك حاوسي تأكد تتأكد ما عنديش رطة على سؤالك وبكاة تبقى الزيارة انتهت استني بس أرجوك الزيارة انتهت أرجوك الزيارة انتهت ترجمة نانسي قنقر ارجوك الزيارة انتهت ترجمة نانسي قنقر ارجوك الزيارة انتهت ارجوك الزيارة انتهت مش معقول انا مش مصدق قديني ازاك يا عصام ده عصام يا مامي اهلا اهلا ده عصام يا فضيل انا عارف انه مش هيستحمل اكتر من كده انا بعدين هبقى حكيلك على كل حاجة انا متضايق قوي على ومحتاكلك قوي انت كمان محشيني قوي يا عصام ايه عايز تشوفني ضروري اوكي بس هنا طب اوكي يا عصام انا مستنياك هنا في البيت في اي وقت يعجبك بربا يا عصام اهلا اهلا انا واخده منك انت وابنتك طب والبرتيتة بتاعت الليلة دي نأجلها يا فضيل ونلعب برتيتة علم يا حبيبتي يا امورة موه اوكي برتيتة علم اهلا يا عصام يا حبيبتي اهلا موه موه محشيني موحشيني قوي قوي عصام انا ااسف 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 يا علي جايح تسر انا مسافحاك بس ما تقلبي هاش دراما كده اه انا هروح اعملك احوالك لا 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 انا هزعد معك شوي انا يا عصام حاسة بيك قوي اللي بتحب واحد لازم تفهمه يعني انتي ايه ايوه يا عصام ولو اني مايصحش اعترفلك اللي في قلبي كمان ان لو ما قريت الجريب حاسيت ان الحكاية بتاع السكرتيرتك دي هتجراحك قوي انا دخلي ايه واحدة انحرفت وبتتقدب علشان تعرف ان الركة على الاصل اللي زيك مش لازم يفكر اللي في واحدة من مستويه عندك حق وحقك علي اهلا يا عصام بيه مساء الخير يا هاني ما تأخذيش اصل لسه ما صلتش العيشة اهلا يا ابو اهلا يا عصام بيه انا زعلان منك قوي ايه الغيبة دي كلها اتفضل اعد الحقيقة مشاغل وكمان سفرت علشان حج حج مبرور ان شاء الله الحقيقة انا كنت ناوي السنة دي لولا الانتخابات انتخابات النادي لكن السنة الجاية ان شاء الله حنطلع سوا ان شاء الله يا رب والله خير ما تعملو ايه ايه احنا حناخد ايم الدنيا اكتر من كده امي يا علا يا حبيب تعمللنا شاي حاضر يا مامي عن اذنك يا عصام انفضل اقعد من فضلك يا استاذ عصام تحت امرك يا فندم اتكلم انت يا فاضيل لا الكلام ليك انت هي ايه الحكاية يا فندم ابدا بس يمكن حضرتك لاحست ان انا خركت عولة برا علشان نتكلم لوحدنا يا فندم انا بصراحة انا مكسوفة تكلم حضرتك ليك سمعتك واحنا تشرفنا بيها ده صحيح والله ده صحيح لكن اللي حصل انه خروجك كذا مرة مع علا عمل اشاعة بين العائلات اشاعة؟ يا فندم انا طول حياتي عارفين ومتأكدين لكن ما تتكلم يا فاضيل بصراحة يا عصامبي انا بعد ما سمعت الكلام بنفسي بس ما تفتكرش ان احنا بنحرجك ولا عيب يا فندم ما تقوليش كده يبقى مش اقل من قراءة الفتحة يا حق عصام على بركة الله وكانت تقرى الفتحة من غير ما تقوليك لكن انتي ست بكل طبعا صحيح يا ماما اقولها السفور شوية لكن مؤكد بعد الجواز حضرتك هتعوديها على طبيعنا انما يا ست هيب انت ناس محترمين قوي وانتي همك الاصلة طبعا الله اللي تشوفه يا بنا جرى ايه بقى يا ماما انت مش مبسوطة وانت مبسوطة اه طبعا مش مبسوط ازاي ومالصناء فين يا عصام ارجوك يا ماما ما تجيبيني سيرة البنت الي تاني وما تسألينيش لي شفت اللي حسن رشيدة قبض عليه ايه طب وقال ايه في التحقيق مش كاتبين غير المتقبض عليها يعني ما جاموس سيرة البنت اللي كانت معا واحنا ملنا بيها بس عشان اعرف سامني ليلتها وقابل مين الكلام ده ما يتقاش احنا معرفتنا بسط حيط واحد كان جاي وخطوبك وانتي رفضتي انا ما كانش معايا سلاح وما قونتش بوليس وما قاتلتش حد انا هد من اخوتي المخبر وسوايا فندم شاهدين بالكلام ده في المحضر من اول يوم انا معرفش منهم غير صاحبي عباس وعباس يا فندم مات في المكان الحادث ويالي جابه هو اللي معاه بصراحة لمواخزة اعدت المزاج اصله جاري ولينا دلال على بعض يعني جاي يصهر ومع عصبة المرحوم كان شاقي وعليه طار احنا في حتهم اطرافة مقطوعا طب والبنت لما اقزة معرفة سكة اسمعي ما هم يقولوا اي اقسامي لكن طبعا لو شفتها هتعرفها انتم بسكتوها تذكر ما بتعمل هلو انا مكنتش محد والله العظيمة يا انا بس اقلوا هوا هي دي اللي كانت معاك يا رشيد قولي حق ده في ربنا انا قلت للبنت تقول اسم فالسو مش تقول اسم واحدة تتحبس مظلومة يعني مش انا اللي كنت معاك اعلي صوتك واتكلم وزمع كل اللي موجودين لا يا فندم مش هي انا وطالب بالافراج عنها فورا وبلا ضمان طبعا انا مش عايزة كلام وعلى كل حال احنا متأسفين قوي متأسفين؟ اقول هل مين متأسفين دي؟ انتم متعرفوش انا جرالي ايه؟ الاجراءات كلها قانونية والافراك حصل اول ما ظهر دليل النافي دليل النافي؟ طب هاد دليل النافي معايا الخطيبة هادوا معايا للحورا يقول لي جرالي متأسفين يقول لي سماتي متأسفين انتراضوا وراهم انتراضوا وراهم يا ولاد الرافضي انتراضوا وراهم او معاهم ايه؟ انتراضوا وراسك لباق اعلى من السماء واسعوا ناشفة فحارة واسعوا يا ابن زهلولة دكراتي اللي خليك تسواطي م Palace حسنا انت بحاجج عندما شعر فرق شربط فرق لا فوعك يا ما نات خذت افراد وهي عمله بلاوي و اعمره مهمني فرق يلا شايف كأمرك للسجون انا دخلت المظلومة بس ما ترضيش يا سلاء أما شوف الوسطة هيقول إيه لا بقى البيت دي مغاش عطف شقاتي أنا رقصة لي يا طمعتي يا حبابتي اه لا بقى ده انت الملكشو عطفي شقاتها وانت طالق وانت نفق اها الجزمة اهو كده الرجولية ولا بلاش اني أبقى افرجت عن سلاء ازاي وليه؟ الرجل اتماسك وقال مش هي يمكن عاوزي نجيها لا يبقى لسه فيه شك والشك في صالح المتهم ده في القانون لكن مش عندي انا ده لك كنت فاكرك حطيره على سلاء وترجع لها كرامتها برايتها مش اكيدة بعدين خلاص فات الاول انا دلوقتي ارتبطت بانسانها محترمة وبنت ناس قالك ايه؟ ما قليش ما انا رحت لقيته مسافر انت بتخد عليها عشان ما تجرحنيش سناء اللي فات نسيه نسيه كله فكره في مستقبلك مين عارف مش يمكن بس بس بتكملش كاملش كفال معلش يصادر سبني الوحدة للوجه ساويا ساعدة 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 مينة شكراً لكم. 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 ايه؟ عايزين؟ أنا غلطاني يا جماعة. وجاي لسناء علشان اردلها اعتبارها وكرمتها قدام الكل. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم. أنا متأسف. أنت كمان متأسف. سناء أنا جايح تزير لك قدام كل الناس. أنت في يوم الأيام عهدت ربنا أنك تدفع عن المسلمين. شكراً لكم. لكن في قضيتي عملت قادي. وأحكمت علي حكم مشمول بالنفذ. بس في حاجات كتير قوي قوي استجدت. بس للأسف. معادي الاستئلاف فات. سناء. بس لو كنت دهبت على سؤالي لما كتلك السكن. صدقويا فكمي. من غير مكسرني. موسيقى 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 موسيقى